اهلا بكم قبل اسبوعين من الموعد المرتقب للاستحقاق الانتخابي الاسرائيلي اي 24 نيوز تباشر مواكبة هذا الحدث عبر تغطية خاصة يوميا لرصد مستجدات الحملة الانتخابية وتحليل المواقف والبرامج الانتخابية لكافة الاحزاب المتنافسة على زعمة اسرائيل اذا نبدأ ونستمر مع ردود الافعال الداخلية عقب خطاب رئيس الحكومة الاسرائيلي بن يمين نتنياهو ليبقى السؤال الابرز هل خدمت منصة الكونغرس نتنياهو انتخابيا ام لا حول ذلك ينضم الي سيد طلب الصانع العضو الكنيسة الاسرائيل السابق مرحبا بك على مساء وانا شرط السياسي قولان برهوم مرحبا بك ايضا وزميل فالح حبيبي مرسلنا للشؤون السياسية بداية معك فالح وبشكل دعنا نقول معتدل لننتقل بعدها الى الاطراف كيف يتلقى الشارع الاسرائيلي تحديدا في خضم الانتخابات هذا الخطاب اذا دعنا نقول ان هناك تباين في الاراء حول خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو انقسمت بين مؤيد ومعارض معارض هناك ايضا من باب المناكفات السياسية ولكن دعنا نقول بان هناك ايضا الكثير من رجال الامن ونخبة رجال الامن الذين رأوا في هذا الخطاب هو فقط يأتي من اجل او بمعنى اذا قد يؤدي بنهاية المطاف الى تدهور العلاقات مع حليف استراتيجي لطالما كان سندا وعونا لاسرائيل يعني يصب الزيت على نار مشتعلة علاقات متوترة اصلا محمد ولكن دعنا نقول ايضا بانه في نهاية المطاف هناك ايضا تأييد تأييد يأتي برمته وبغالبيته فقط من قبل دعنا ننوبا نتحدث حتى هذه اللحظات عن ردود الفعل داخل اسرائيل اليمين يدعم رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو وبالامس من واشنطن بالتحديد رئيس البيت اليهودي نفتالي بنت وكالمعتاد يعني ابدى دعم مطلق لرئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو بل على العكس تماما ايضا وجه اصابع النقد الشديد للمعسكر الصهيوني ومن يقف على رأسه بالتحديد رئيس المعارضة بوجي هيرتسوغ وكذلك تسيب ليفني متهما اياهم انهم يقومون بدعنا نقول دس العصي في عجلات مركبة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو باقتضاب شديد هناك تباين في الاراء التباين واضح سيد قولان هل تعتقد يوم بعد هذا الخطاب هل بالفعل ادى الى نتيجة التي يتحدث عنها رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ام انه اجج الوضع مرة اخرى في اسرائيل نتحدث اليوم هل هناك اتفاق من قبل فقط اليمين ام ان هناك اجماع في شرع الاسرائيلي ان هذا الخطاب كان مجديا اول شيء مصر خير وتحية لك وللجميع المشاهدين هذا الخطاب هو غير خطاب سياسي في اعتقادي بالنسبة لليمين الاسرائيلي او لليصار الاسرائيلي في مشكلة هناك اخطبوط ايراني الذي يهدد علينا من ناحية الارهاب من ناحية قتل اقليات داخل الشرق الاوسط يهدد عن العالم العربي ليس فقط الاسرائيلي وانا للأسف متأسف كثير انه جزء من اليسارة الاسرائيلي ما كان متعاطف مع نتنياهو الان ربما نتنياهو ربما يقصر بسبب هذا الخطاب لكن كان الوقت الصحيف بالنسبة للخطاب انه اليسارة الاسرائيلي المعتدل اليسارة الاسرائيلي الصيوني طبعا يكون مع بعض اليمين الاسرائيلي ويحط هذه الانتخابات في الخارج على جانب من ناحية ايران هي اجمع بالنسبة للاسرائيل وانا متأسف كثير كما قلت انه رئيس المعارضة الاسرائيلية هيرتسوغ من ناحية التوقيت ينتقد رئيس الحكومة عندما الرئيس الحكومة الاسرائيلي يمثل فكرة صهيونية اسرائيلية لصالح الاستقرار الاسرائيلي ولصالح استقرار كل الشعوب العربية في هذه المنطقة عندما الرئيس حكومة اسرائيلي يلقي خطاب في الولايات المتحدة فهو لا يمثل فقط 50% بل يمثل جميع الجمهور الاسرائيلي وصلت الفكرة سيد طلب قول الفصل لك أولا من السداجة بما كان أن نقول بأن نتنيه اكتشف إيران اليوم بسبعين قبل الانتخابات وأن الخطر الإيراني سبحان الله أصبح ملحن وأنه لا يستطيع أن يخاطب العالم إلا من خلال الكونغرس الجمهوريين أكثر تطرفا من نفتالي بنت وبالتالي هذا جمهور مؤيد ولا أحد في العالم يشتري هذه البضاعة إطلاقا هو خاطب من الكونغرس ولكن لم يخاطب الأمريكان ولم يخاطب البيت الأبيض هو خاطب المصوتين في الشرع الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر